وأكيد حيدافع عن اللقب وده حيحصل إن شاء الله من أول مباراة المنافسة أكيد حتبان ملامحها بعد الإسبوع يعني دايماً لما بنيجي نتكلم الخامس لا ممكن بعد كده كمان التامن التاسع العاشر المنافسة حتبان هل الأهلية والزمالك وبيراميدز وهل في أنداء أخرى حتدخل في المنافسة مع التلات أربع أنداء اللي دايماً متعودين أنهم هينفسوا خلال الفترة الأخيرة الإسماعيلي شكله حيبقى عامل إزاي نادي الاتحاد السكنداري بقيادة فنية جديدة مع كابتن طرق العشري حيبقى عامل إزاي ناحية تانية سموحة السكنداري مع كابتن أحمد سامي حيبقى عامل إزاي وبيفكروا يوصلوا لإيه بعد ما باعوا أهم اللاعبين الموجودين عندهم عشان الناحية الاقتصادية في نادي سموحة سراميكا كلوباطرة بيشتري لعيبة مهمة جداً جداً وماشي بخطة سبتة حيبقى بيفكر إزاي خش في مربع الدهبي المصري مع وعودة علي ماهر مرة أخرى حاجات كتيرة جداً والفرق كلها الحقيقة عاملة شغل رائع جداً جداً نتمنى إن شاء الله نحن نشوف السنة دي زي ما متعب قال موسم جيد للجميع الحقيقة موسم جيد ويستطيع أو أهم حاجة هتبقى فيه الحكام الحقيقة احنا تكلمنا عن الحكام من أسبوعين وقلنا أن التحكيم له دور كبير جداً 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 في هذا الموسم إن شاء الله ربنا يكرم أنا مش هتكلم عن الحكام بشكل سلبي لن أنتقد أداء أي حكام إلا لما نشوف إلا حيحصل على الأقل بعد الإسبوعين ثلاثة الأولانيين إن شاء الله إن شاء الله الأخطاء زي ما كابتن عماد قال تكون أخطاء مقبولة ومصطرة واحدة يعني إيه مصطرة واحدة؟ يعني الأخطاء اللي بتحصل هنا هي اللي بتحصل هنا هي اللي بتحصل هنا هي اللي بتحصل في كل المباريات وبالتالي ساعتها هنقول هي أخطاء ليست مقصودة ولكن مش هنا أحسب هاند بول على واحد عامل تاكلنج وإيده جنبه فتيجي هنا أحسب عليه ضرب الجزاء ولو في المباراة تانية ما أحسبهاش كده يبقى فيه غلط كده يبقى فيه تعمد إزاء نادي معين مهما كان اسم النادي ده ولكن لو المسطرة واحدة زي ما بنشوف في الدولة الإنجليزية مثلا يبقى محدش هيتكلم لأن دي إذا كانت خطأ فهي خطأ على كل الأندية إذا كانت صحة فهي صحة لكل الأندية كل الفرق عاملة تدعمات كل الفرق بتستعد بشكل جيد أيضا السنة دي فيه جوايز ملية من بطل الدولي حياخد خمسة مليون جنيه ومليون جنيه لكل فريق مشارك في هذه المسابقة نتمنى طبعا المبالغ دي تزيد لأن الاتفاق أو لأنه كان الاتفاق مع ربطة الأندية أن تكون هناك مبالغ ملية وخلي بقى حضراتكم الإنفاق على كرة القدم أصبح مكلف جدا جدا فوق حضراتكم تتخيلوا أديكم شايفين النادي الأهلي بيعمل إيه وبقية الأندية برضو بتعمل إيه المدخلات اللي بتخش النادي الأهلي يمكن عشان النادي الأهلي هنرجع تاني لقصة الرعاية والكلام اللطيف ده الناس بتحبه الرعاية والكلام ده كله مختلف تماما عن الباقي ولكن تخيل حضرتك في ظل كل اللي بيحصل ده وكل الفلوس اللي بتدخل النادي الأهلي من رعايات ومن كذا ومن كذا ولكن هناك عندنا مشاكل في النقدية كتير كبيرة وعايزين مدخلات أكتر أكتر دايما تلاقوا مجلس الإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي بيحاول أنه هو يجيب مدخلات أكتر فلوس أكتر للنادي علشان يقدر يصرف على كل الألعاب اللي موجودة وتظل هذه النتائج المميزة لسه كنا بنتفرج على حفلة الأهلي استثنائي من شهر تقريبا وبالفعل الأهلي يظل دائما استثنائي عشان يظل النادي الأهلي استثنائي يجب أن يكون أو تكاتف الجميع ومجلس الإدارة نقف في ظهره وفرق النادي الأهلي كلها إن شاء الله السنة دي تكون فرق استثنائي